اشتركوا في القناة من هذه الكلمة إنما العلم بالتعلم معشر الإخوة والأخوات مما لا يختلف فيه اتنان أن الإسلام اهتم بالعلم ونزله منزلة سامية رفيعة ودعا إلى طلبه كما دعا إلى الحرص على تحصيله وأكبر أدلة ذلك أن أول آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى بعد عد بله مشتن الرجيم يقرأ بسم ربك الذي خلق الآية لم يخاطب عليه الصلاة والسلام بصلي أو زكي أو تصدق أو حجة أو شيء من هذا إنما قيل له وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فقرن الله تعالى فقرن الله تعالى بين اسمه واسم ملائكته قال أحد المفسرين لو كان أحد أشرف منهم أي من العلماء لقرنه باسمه واسم ملائكته وقال عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب طبعا أنهم لا يستوون وقال تعالى في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلهم مما أمسكنا عليكم فتقولوا اسم الله عليه إذا تأمننا في هذه الآية الكريمة عشر السادة والسيدات سنجد أن الله عز وجل حرم ميتة الكلب الجاهل إذا كان هناك كلب جاهل غير معلم وغير متعلم تعتبر ميتته جيفة لا تأكل ولكنه في هذه الآية وجدنا الله تعالى أباح صيد الكلب المعلم بماذا فضل هذا الكلب على ذلك الكلب أنه علم ويؤسفنا معشر السادة والسيدات أن نجد في هذه الأيام الأخيرة جتامين أهل العلم وأهل القرآن يعني تحمل وتساق صفوفا إلى القبور بسبب هذا الوباء وبسبب هذه المحنة وتلك مأساة كبيرة جدا لأن تكوين عالم يحتاج إلى ما يزيد عن عشر سنوات ولا سيما عندما ضعفت الهمم في أيامنا هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله ولله المشتكى والمفزع بماذا يحصل العلم يحصل بالتعلم ولذلك عنوانت هذه الكلمة المتواضعة بإنما العلم بالتعلم المقتبسة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور عندكم وأترت هذا الموضوع بمناسبة الدخول المدرسي الذي نعيشه في أيامنا هذه وهذا يعطيني فرصة لأشير إشارات سريعة حسب ما يسمح به المقام إلى الأطراف المعنية بهذا الدخول أول طرف بالطبع هي الأسرة الآباء والأمهات هؤلاء الذين يطلب منهم أن يعدوا لأبنائهم الأدوات وأن يشتروا لهم كل ما يحتاجون إليه وأن يوجهوهم إلى المدرسة من أجل أن يتعلموا وكل ما ينفقونه في ذلك فأجره مضاعف إن شاء الله وأخذ هنا لقطة صغيرة من ترجمة الإمام مالك رحمه الله التي ذكر فيها أن أمه كانت تلبسه وتعممه وتذهب به إلى ربيعة وتقول له تعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من علمه وحديته هذا النص الدهبي الجميل يشير إلى قضايا كثيرة جدا نقتبس منها أولا أنها كانت تلبسه هذه مسؤولية الأسرة عندما يغيب الأب لسبب من الأسباب تحل الأم محله تانيا تعممه يعني تلبسه العمامة وهو لا زال صبيا أقل من عشر من عشر سنوات ليكتسب سمت سمت العلماء وأن طلب العلم هو صدق التوجه وحسن اللباس وحسن السمت إلى آخره أين نحن من ذلك من اللي تنشفه لدتنا الآن لابسين هذا السرول المقطع والصعور ديالهم تدخلع يعني فينا هو السمت ديال العلم وفينا هي الشخصية اللي غد يفرح بها الأستاذ ويحرص على تعليمها كانت تلبسه وتعممه وتذهب به إلى ربيعة ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة رأي من كبار العلماء في ذلك العهد تقول له تعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من علمه وحديته يعني التربية التي تجمع بين العلم والأخلاق والعمل وكان عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله من علم من علم لا ينفع لابد دمي أن يقترن العلم بالصلاة وورد إذن في ترجمة سوفيان التوري أحد كبار علماء الحديث أن أمه قالت له هو صغير اذهب إلى فلان لتحفظ القرآن وتتعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي كانت رحمها الله نظرا لضيخ ذات اليد تغزيل الصوف بأجر وتأخذ مكسب ذلك لتعلم ابنها يا لهم من آباء ويا لهن من أمهات العنصر التاني بعد الأسرة هو المتعلم الطالب أو التلميذ والمطلوب فيه كما قلنا الهمة والجد وحسن الاستعداد واحترام المعلم واحترام الزملاء إلى غير ذلك مما تستدعيه الضرورة في هذا المجال وعندما نتحدث عن الهمة فلا يمكن أن يوجد العلم بدون همة يقول ابن عطاء الله السكنداري بل لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة إلى ما اتمح الإنسان وأكفح أسافر أحسب الفقر أسبر على الطلب لا يمكن أن يحصل العلم وقال الإمام الشافعي رحمه الله حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين هكذا همة عالية حققت نتيجة مرجوة مطلوبة وهو أرد في مناقب الإمام البخير رحمة الله عليه أنه عندما كان يطلب العلم ويجمع الحديث ويغربله كان ينام في الليل فيتذكر فائدة يخاف أن تضيع منه فيقوم ويشعل السراج ويأتي باللوحي أو الورق ويسجلها ويحصل ذلك منه في بعض الليالي عشرين مرة وهو ينام ثم يستيقض ثم ينام ثم يستيقض هذا في عجالة العنصر الثالث بعد الأسرة والمتعلم المعلم الأستاذ الموجه نذكر وهو العارف بذلك أن المسؤولية عظيمة المسؤولية الملقت على عاتقه جسيمة جدا ورسيما مع هذا الجيل الذين تعايشوا معه ولكن الذي يشفع أن يعرف المعلم أن الله اصطفاه وجعله يقوم بوظيفة الأنبياء ومطلوب منه الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص وذلك في كل مادة مادة ولا تحدد فقط عن التربية الإسلامية كما يطلب منه أن يراقب الله سبحانه وتعالى لابد من أن يحلل لقمته لقمته ونبعي السلام يقول من غش فليس منا إذا غش تلبطه لا قدر الله يكون ما يأخذه سحتا ونحن على مستوى الدخول المدرسي كنت دائما في خطبة الجمعة أشير إلى الدخول هنا بمعناه بمعناه الشامل هناك دخول مدرسي فعلا الناس يستعدون له الآن سواء تعلق الأمر بالقطع الطابع لوزارة التربية الوطنية بمستوياته المختلفة أو تعلق بالقطع الطابع لوزارة الأوقاف من حيث المدارس العتيقة والمدارس القرآنية وألح كذلك على محو الأمية في المساجد الذي نجحت فيه الوزارة ونجحت فيه بلادنا ونجحت فيه المرأة بالدرجة الأولى بشكل نحمد الله تعالى به ونفتخر بذلك ولكن هناك أيضا الدخول السياسي الذي سيأتي إن شاء الله بعد تكوين الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد انطلاقا من الانتخابات فيصبح لدينا دخول كما قلنا بمعنىه الشامل البرلماني يقوم بواجبه والمنتخب يقوم بواجبه والأستاذ يقوم بواجبه والطالب يقوم بواجبه والمرأة تقوم بواجبه عندما تذهب لتتعلم الحروف والحساب وكيف تقرأوا القرآن وبهذه الطريقة نحصل على التنمية الشاملة التي ننشدها لبلادنا وما ذلك على همتي صلى الله عليه وسلم بعزيز أقول هذا وأستخفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وأخير دعوانا الحمد لله رب العالمين